الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واتبع سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا واشهده كنا قد وصلنا في شرح عمدة الفقه إلى كتاب الأيمان وصلنا قول المؤلف رحمه الله ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى سبقا ذكرنا في درس الأمس أن اليمين لا بد أن تكون بصيغة القسم وأن تكون بواحد من أحرف القسم وأحرف القسم أربعة الواو والباء والتاء والهمزة هنا يقول المصنف رحمه الله ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى يعني الحالف بالله عز وجل كأن تقول والله أو بالله أو تالله أو أهلا أو اسم من أسمائه كأن تقول والرحمن والعزيز والحكيم ورب الكعبة ونحو ذلك أو صفة من صفات ذاته كعلمه كأن تقول وعلم الله وكلامه كلام الله صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة من الصفات التي دلت لها النصوص والقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق ولذلك يجوز أن تحلف بالقرآن تقول والقرآن باعتباره كلام الله تعالى وكلام الله صفة من صفاته وعزته كأن تقول وعزة الله وقدرته كأن تقول وقدرة الله وعظمته كأن تقول وعظمة الله تعالى وعهده وميثاقه وأمانته هذه كلها يصح الحلف بها والقسم بها قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين ذكرنا في درس الأمس أقسام النذر الخمسة وذكرنا أن أحد هذه الأقسام يجري مجرى اليمين يجري مجرى اليمين وهو أي قسم نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب هذا يجري مجرى اليمين وكفارته كفارة يمين وذكرنا أيضا أن تحريم الحلال غير الزوجة يجري مجرى اليمين كذلك كل من حرم على نفسه شيئا حلالا غير الزوجة فيكفر كفارة يمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أما الزوجة ففيها خلاف بين أهل العلم والراجح أنه بحسب نيته النوى بتحريم الزوجة ظهارا فهو ظهار وإن نوى طلاقا فهو طلاق وإن نوى يمينا فهو يمين قال ولو حلف بهذا كله يعني حلف بما سبق من حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو كلامه أو قدرته إلى آخر ما ذكر فإنه إذا لم يتحقق ما حلف عليه يحنث قال والقرآن جميعه فحنث يعني إذا حلف بالقرآن فإنه يحنث إذا لم يتحقق ما حلف عليه وقلنا إنه يجوز الحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته لكن هل يجوز الحلف بالمصحف؟ نعم والمصحف ماذا يقصد الذي يقول والمصحف؟ ماذا يقصد؟ يقصد القرآن لا يتبادر إلى ذهن من يحلف بالمصحف إلا القرآن وبعض العلماء المعاصرين قال إن كان يقصد ورق المصحف فإن هذا لا يجوز وإن كان يقصد القرآن فإن هذا جائز لكن لا يتبادر إلى ذهن الحالف عندما يقول والمصحف إلا القرآن ولا يخطر بباله أن يحلف بالورق دون قرآن ولهذا فالحلف بالمصحف وكالحلف بالقرآن لا بأس به أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير كأن يقول والله لا أفعل كذا ثم بعد ساعة قال والله لا أفعل كذا ثم قال والله لا أفعل كذا كررها عشر مرات فهل فيها كفارة واحدة أو عشر كفارات كفارة واحدة لأنه حلف يمينا واحدة وكررها أكدها ففيها كفارة واحدة فقط قال أو حلف على أشياء بيمين واحدة كان يقول والله لا أدخل البيت ولا أركب السيارة ولا أفعل كذا ولا كذا ثم حنث ففيها يمين واحدة لأنه لم يأتي إلا بصيغة قسم واحدة وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها حلف أيمانا على أشياء مختلفة كان يقول والله لا أدخل بيت فلان والله لا أركب سيارته والله لا أفعل كذا أشياء مختلفة فهنا يقول المصنف أنه عليه لكل يمين كفارة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابل اختارها المصنف هنا وإلا فالمشهور مذهب الحنابل أن عليه كفارة واحدة حنابل في كتبهم ينصون في هذه المسألة على أن عليه كفارة واحدة ولكن الموفق رحمه الله اعتمد الرواية الأخرى عن رمام أحمد وقال لكل يمين كفارة وهذا هو قول الجماهير وهو القول الراجح أنه إذا حلف على أشياء مختلفة فلكل يمين كفارة قال ومن تأول في يمينه تأول التأول في اليمين معناه أن يقصد بيمينه شيئا آخر يخالف ظاهر اللف أن يقصد بيمينه شيئا آخر يخالف ظاهر اللف وهذا الظاهر يحتمله لفظ اليمين طيب أنا سأعطيكم مثالا وأطلب منكم أمثلة التأول في اليمين كان يقول رجل مثلا أريد منك أن تأتيني اليوم ويعني هذا الرجل حريص على وقته ولا يريد أيضا أن يكسر خاطر هذا الذي دعاه فقال والله عندي رجل في البيت وهو يقصد ابنه والمخاطب يفهم أن عنده ضيفا هذا يسمى تأول يسمى تأول في اليمين فلا بأس به إذا لم يكن ظالما طيب من يعطينا مثال آخر نعم 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 يقولنا أتى رجل يريد أن يستلف منه وهذا معروف بالمماطلة فقال أقرضني فقال والله ما عندي شيء يقصد ما في جيء بالشيء فهذا يعتبر تأول تأول فالتأول يقول المؤلف له تأويله له تأويله إلا أن يكون ظالم فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مصري والمتأول في الحلف لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون المتأول مظلوما فله تأوله الحال الثاني أن يكون ظالما فليس له التأول بل ينصرف الكلام إلى ظاهر اللف الذي عناه المستحلف باتفاق العلماء والحال الثالثة إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا محل خلاف والأقرب الله أعلم وظاهر كلام الإمام أحمد والشافعي أن له تأويله أن له تأويله وعلى ذلك نقول إن له التأول في اليمين إلا إذا كان ظالما إلا إذا كان ظالما لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبه ولكن مع ذلك ينبغي عدم الإكثار من التأول حتى ولو بغير يمين لأن الإنسان إذا عرف بكثرة التأول فالناس لا تثق به لأن كلما تكلم قالوا هذا يتأول أو إذا حلف قالوا يتأول فينبغي أن لا يتأول إلا عند وجود الحاجة الملحة ولا يكثر من التأول لأنه إذا أكثر فإن هذا يجعل الناس لا تثق به ولا بكلامه باب جامع الأيمان مراد المصنف الأيمان المحلوف بها أي مسائلها قال ويرجع فيها يعني في اليمين إلى النية فيما يحتمله اللفظ أول ما يرجع في اليمين إلى نية الحالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الذي حلف نقول ما نيتك بهذه اليمين فتكون اليمين على نيته والأصل أن الإنسان إنما يؤاخذ بنيته ولذلك لو تعارضت لو تعارض ما في القلب مع اللفظ فأيهما يقدم نعم ما في القلب لو أن رجلا أراد أن ينادي صاحبا له اسمه طالق فأخ قال طالق هل تطلق زوجته؟ لا تطلق العبرة بما في القلب العبرة بما في القلب فإذن إنما اعتبر الكلام لكونه معبرا عن ما في القلب فالأصل فالأصل هو اعتبار النية واعتبار ما في القلب هذا هو الأصل فإذن يرجع في اليمين إلى النية قال فيما يحتمله اللفظ طبعا لا بد أن يكون اللفظ يحتمل ذلك فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه اختصت يمينه به قال الله لا أكلم رجلا هو يقصد فلان فتختص يمينه بفلان أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به قال الله ما أتغدى ويقصد غداء معين لا يقصد أي غداء اختصت يمينه به وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه هذا رجل اختلف مع آخر قال والله لا أشرب من عندك قطرة ماء ولو كنت عطشان وهو يريد قطع منته لأنه يعرف أن هذا الشخص كثير منه فهنا ليس له أن يقبل منه أي شيء له فيه منه ولا يختص ذلك بشرب الماء لا يقبل منه هدية لا يقبل منه طعام لا يقبل منه أي شيء له فيه منه لأن العبرة بنية وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنث هذا رجل اختلف مع زوجته وحلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها الذي تغزله زوجته وهو يريد بذلك قطع منتها لأنه يعرف أنها كثيرة المنة المنة لكنه لما غزلت هذا الثوب قال أنه لن ألبسه ذهب وباعه وأخذ ثمنه يحنث إلا ما يحنث 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 لأن المنة متحققة هنا وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث هذا رجل يطلب آخر دينا قال والله أسددك غدا ثم سدده اليوم هل يحنث لا يحنث لأن مقصود أن لا يتأخر عليه في السداد أكثر من غد قال وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا كان أراد أن لا ينقصه عن مئة هذا رجل قال بيع لي هذا الثوب لكن أريد أن تبيع بسعر مناسب قال والله لا أبيعه إلا بمئة وهو يريد أن سيبيع بالسعر المناسب ثم باعه بمئة وعشرة هل يحنث لا يحنث لأنه حقق ما نوى وزيادة وإن حلف لي تزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به حلف أن يتزوج على امرأته زواجا يريد إغاظتها به لم يبر بيمين إلا بذلك لكن هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه يمكن يكفر كفارة يمين إذا رأى المصلحة في أن يكفر كفارة يمين فيكفر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني بعض الناس يفهم أنه إذا حلف فلابد أن يبر بقسم هذا غير صحيح بل ينظر للمصلحة إن كان المصلحة أن يبر بقسمه بر بقسمه وإن كان المصلحة أن لا يبر حنث وكفر كفارة يمين ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يعني لا تجعل اليمين مانع لك من أن تبر وتتقي وتصلح بين الناس بحجة أنك حلفت لا بل ينبغي أن تحنث وتكفر عن يمينك وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله له ما معنى هذا الحديث لأن يلج يعني يتمادى ويصر ويستمر في يمينه يعني على أن يبر بيمينه هذا أقرب للإثم منه للبر من أن يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير فإذن إذا حلفت على أمر فانظر لما هو خير إن كان الخير أن تبر بيمينك بر بيمينك وإن كان الخير أن تحنث فاحنث وكفر كفارة يمينه وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها ولكن الأفضل أن لا يفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما قط وقال خيركم خيركم لأهله وإن حلف ليضربنها عشرة أسوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر يقول المصنف أنه إذا جمع هذه العشرة أسوات كما فعل أيوب لكن أيوب كان مئة حلف أن يضربها مئة جلدة فأفته الله عز وجل بأن يأخذ ضغثا ويضرب به مرة واحدة وهنا المصنف يقول إنه لو أخذ مثل هذا الضغث وضربها مرة واحدة لم يبر بيمينه لأنه لا يفهم من عشرة أسوات إلا عشرة متفرقة وأما أيوب فهذا خاص به هذا أمر خاص به قال فإن عدمت النية الآن يعني قلنا يرجع في النية يرجع في اليمين إلى النية طيب إن عدمت النية قال هذا الرجل ما أذكرني نويت أو لم أنوي شيئا يقول المصنف فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها إذا عدمت النية ننظر لسبب اليمين والذي هيج اليمين ويقوم مقام النية في هذه الحال فمثلا لو حلف لا يسكن مع امرأته في هذه الدار ولم يكن له نية يرجع إليها ننظر في السبب الذي جعله يوقع هذه اليمين فإن كان السبب ضررا لحقه من هذه الدار كضيق فيها أو سوء جيرانها ونحو ذلك اختصت يمينه بتلك الدار فلو سكن مع امرأته في دار أخرى لم يحنث أما إن كان السبب هو غضبه على زوجته ولا دخل الدار في ذلك تعلقت يمينه بزوجته فينظر إذن إلى السبب الذي هيج اليمين طيب لنفترض لم يوجد سبب لم يوجد نية ولا سبب قال المصنف فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللف هنا نرجع لظاهر اللف طيب وظاهر اللف لا يخلو إما أن يكون هناك عرف شرعي أو عرف لغوي أو عرفي قال فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه فلو حلف لا يصلي في هذا المنزل انصرفت يمينه إلى الصلاة بمعناها الشرعي الصلاة المعروفة وليس الصلاة بمعناها اللغوي الذي هو الدعاء ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث لأن اليمين تنصرف لصحيح البيع إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر كأن يقول الله لا أبيع حرا أو يقول الله لا أبيع خمرا فتنصرف يمينه لذلك قال فتتناوله يمينه صورة البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة يعني عرفي هنا يؤخذ بهذا الاسم العرفي ومثل المؤلف لذلك بمثالين قال كالراوية والضعينة فإن الراوية فالعرف اسم للمزادة اسم للمزادة التي يحمل عليها الماء بينما الراوية في لغة العرب اسم للحيوان الذي يستقى إليه اسم الحيوان الذي يستقى عليه فإذا تعارض العرف مع اللغة أيهما يقدم العرف فتأخذ الراوية بمعناها العرفي والضعينة الضعينة معناها العرفي المرأة لكن معناها اللغوي الناقة التي يضعن عليها فإذا تعارض المعنى العرفي والمعنى اللغوي يقدم العرفي فتحمل يمينه إذن على المعنى العرفي ومثل المؤلف بأمثله قال فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغان والحمير وهذا في زمن المؤلف مؤلف توفي سنة ستمائة وعشرين للهجرة يعني في القرن السابع الهجري فلو حلف لا يركب دابة تحمل على الدواب في زمن المؤلف لكن في وقتنا الحاضر ما هي الدابة السيارة السيارة لو حلف لا يركب دابة لا يركب سيارة فتحمل يمينه على ذلك وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي يعني على ما نوا فإن لم يكن له نية فعلى الريحان الفارسي لأن اسم الريحان فالعرف يطلق عليه وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره لأن الشواء في العرف يطلق على اللحم المشوي ولا يطلق مثلا على الباذنجان المشوي أو الخضروات المشوية أو غيرها إنما يطلق في العرف على اللحم المشوي فينصرف إليه وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وطع المرأة في العرف يقصد به الجماع وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وطع الدار معناه دخول الدار وطع الزوجة معناه جماعها هذا في العرف فيكون هذا هو المقصود في اليمين وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه لأن أطلاق هذه الأشياء يشمل في عرف الناس ذلك وهذه أمور يعني فصل فيها المؤلف تفصيلا كثيرا وربما لا نحتاج لهذه التفاصيل يكفينا أن نعرف الضابط فقط لكن نريد أن نوضح يعني على الأقل عبارة المصنف رحمه الله قال والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامل ما هو الأدم أو الإدام إذا قيل إدام تعريف الإدام كل ما يأكل الخبز به كل ما يأكل الخبز به يسمى إداما مثل المؤلف لهذا قال كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون هذه كلها تسمى إدام وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا كل ما يسمى دار أو يسكن فيه تشمله اليمين فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث طب حلف لا يسكن دارا وهو مقيم في دار نقول خرج منها وإلا فإنك تحنث وإن قام لنقل قماشه أراد أن ينقل آثاث نقول يعفى عن ذلك يعني يتسامح في فترة زمنية لنقل الآثاث ونحوه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح حلف لا يسكن دارا وهو في الليل ساكن دارا هنا يقول المؤلف يتسامح في حقه إلى أن يصبح ثم يغادر هذه الدار أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث كذلك حلف أن لا يسكن دارا وكان الجو يعني مضطربا غير آمن فله أن يقيم في هذه الدار حتى يحصل الأمن إذن نلخص ما سبق نقول المرجع في اليمين إلى ماذا أولا إلى نية الحالف فإن عدمت فإلى السبب الذي هيجها فإن عدمت فإن ظاهر اللفظ ويقدم ظاهر اللفظ الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي هذه خلاصة الكلام في هذا الفصل طيب آخر باب معنا باب كفارة اليمين باب كفارة اليمين وسميت كفارة لأنها تجب تكفيرا للذن فيتغطيه وتستره وتمحوه قالوا كفارتها يعني اليمين عند الحنث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهذا منصوص عليه في القرآن في سورة المائدة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فإذن أولا نقول يجب عليك أن تطعم عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين هل هذا الإطعام مقدر أو غير مقدر قولان للفقهاء القول الأول أنه مقدر وهو الذي عليه الجمهور والذي عليه المذاهب الأربع المذاهب الحنافية والمالكية والشافعية والحنابي على خلاف بينهم في كيفية التقدير فبعضهم قال نصف صاع وبعضهم قال نصف صاع مد من بر ونصف صاع من غيره وبعضهم قال مد من الجميع على خلاف بينهم في هذا التقدير والقول الثاني أن الإطعام غير مقدر وهو قول عند المالكية وروايته عند الحنابرة اختاره الإمام بن تيمية وهو القول الراجح وذلك لأن التقدير بابه التوقيف والله تعالى أمر بالكفارة ولم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير هذه الكفارة وإنما قال الله إطعام عشرة مساكين والأصل فيما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة أن المرجع فيه إلى ماذا إلى العرف هذه قاعدة كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف وهنا الإطعام إطعام عشرة مساكين ورد في الشرع ورد في القرآن وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف وعلى هذا ما يسمى إطعاما فهو إطعام فلو أنه أخذ أرز مثلا مع لحم أو أرز مع دجاج وأعطى عشرة مساكين كل مسكين ما يكفيه وجبة غدا أو وجبة عشا أجزاء ولو أخذ مطبوخا ذهب لمطعم من المطاعم وقال أعطني عشر وجبات أرز مع لحم ووزعها لعشرة مساكين أجزاء والمطاعم عندهم الآن عرف مستقر تقول أعطي نفر واحد نفرين عشر نفر عندهم عرف مستقر في هذا فإذا أخذ عشر وجبات وعطاه عشرة مساكين أجزاء لكن هل يجب أن يكون معه إدام يعني كلحم مثلا أو لا إن كان أهله يأتدمون فيجب عليه أن يدفع مع الكفارة إداما أما إذا كان لا يأتدم هو وأهله فلا يجب عليه أن يفضل المساكين على أهله وغالب الناس الآن يأتدمون فعلى هذا يخرج أرز مثلا مع لحم أو طعام عموما مع لحم لا يزمن يكون أرز ممكن يكون بر مع لحم أي طعام يقتاته الناس مع إدام يطعم عشرة مساكين ولابد من اعتبار العدد وليس له أن يعطي ما يكفي عشرة لمسكين واحد لا بد من استيعاب العدد عشرة طيب لو أنه دعا عشرة مساكين إلى مطعم وغداهم أو عشاهم هل يجزئ؟ نعم يجزئ على قول الراجح وكان أنس بن مالك في آخر حياته يفعل ذلك أنس بن مالك أتت به أمه أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات وكانت مرأة عاقلة حكيمة فقالت يا رسول الله وهبتك أنس يخدمك تريد أن يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه ويتعلم منه انظر إلى فقهها وحكمتها ثم قالت يا رسول الله ادعو الله له قال فدعا لي بثلاث دعوات رأيت منها اثنتين في الدنيا وأرجو الثالثة في الآخرة قال اللهم أكثر ماله وولده وآطي العمره واغفر ذنبه فأطال الله فأكثر الله ماله حتى إنه أصبح أكثر الأنصار مالا وبارك الله له في ماله حتى إن بستانه يثمر في السنة مرتين العادة البساتين يثمر في السنة مرة واحدة ألا بستان أنس مرتين ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الله ولده جاء في رواية البخاري حدثت لابنتي أميمة أنه دفن لصلبي سنة الحجاج بضع وعشرون مئة من الولد بضع وعشرون ومئة من الولد لصلبي ويظهر أنه عنده إيماء يعني ربما أربع زوجات يأتي منه هذا العدد الكثير فأكثر الله ولده وأطال الله عمره حتى جاوز مئة عام فلما جاوز مئة العام قال يا ربي استحييت من أهلي واشتقت للقاء ربي جاوز مئة سنة وكان في آخر عمره يشق عليه الصوم لأن كبير السن يشق عليه الصوم يحتاج إلى رطوبة وسيولة فيشق عليه الصوم فكان أنس يفطر في آخر عمره فيجمع المساكين يغديهم أو يعشيهم وهذا محل الشاهد وأما الثالثة قال واغفر ذنبه قال وأنا أرجو هذه في الآخرة وهذا يدل على أن الدعاء بطول العمر أنه لا بأس به لكن ينبغي أن يقيد ذلك على طاعة الله قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمر وحسن عمله وشركم من طال عمر وساء عمله لأن طول العمر ما حسن العمل نعمة تكسب أعمال صالحة ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل من الصحابة في منام رجلين من بلي أحدهما استشهد والآخر مات بعده بسنة بفي فراشه فرأى الذي مات بعده بسنة في الجنة في درجة أعلى من درجة التي استشهد فاستشكر كيف هذا فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال أليس عاش بعده سنة وصام فيها رمضان وصلى ستة آلاف وكذا ركعه فهذا يدل على أن طول العمر ما حسن العمل نعمة عظيمة ولذلك ينبغي أن تدعو الله عز وجل تقول اللهم اجعلني ممن طال عمر وحسن عمل هذه دعوة عظيمة مباركة أحرص عليها طيب كثرة المال هل هي نعمة أو نقمة نعمة إن لم تكن فتنة للإنسان أن استخدمها في طاعة الله ولذلك تقول لا بأس أن تقول اللهم اكثر مالي ولا تجعله فتنة لي واجعله عونا لي على طاعتك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بذلك وهكذا أيضا كثرة الولد وأما مغفرة الذنوب فهذه كل محتاج إليها فإذا لا بأسا في كفارة اليمين أن يجمع المساكين يغديهم أو يعشيهم أو كسوتهم أو كسوتهم وسيبين المؤلف المقصود بالكسوة بعد قليل طيب نعود لعبارة المصنف قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنثي أو تأخيرها عنه ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحالف مخير إن شاء انتظر حتى يحنث يعني يخالف ما حلف عليه فيكفر وإن شاء بعد الحالف مباشرة كفر قبل أن يحنث مخير بين هذا وهذا وذكر المصنف الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ورؤية فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين وقد ورد ذلك عن أربعة عشر صحابيا ذكر هذا الحافظ بن حجر في الفتح أنه يجوز تقديم اليمين يجوز تقديم الكفار على الحنث ويجوز تأخير الكفار إلى ما بعد الحنث طيب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بيّن المصنف ضابط الكسوة قال ويجزئهم في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة ددع وخمار كسوة عشرة مساكين بما يجزئ في الصلاة للرجل ثوب الذي هو قميص القميص الذي نسميه الثوب يقول هذا يجزئ والمرأة درع وخمار ولكن هذا التحديد ليس عليه دليل ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرجع في كسوة هؤلاء العشرة مساكين إلى العرف فما عده الناس في عرفهم كسوة كان كسوة فمثلا في عرفنا هنا في مكة الكسوة أن يشتري له سراويل وفنيلة وقميص الذي هو ثوب وطاقية وغترة أو شمار هذه كسوة ربما في ملدان أخرى يعني يكون لهم لباس آخر فإذا المرجع في ذلك للعرف المرجع في ذلك للعرف القول الراجح إذن أن كما قلنا في الإطعام المرجع فيه للعرف نقول أيضا في الكسوة القول الراجح أن المرجع فيها إلى العرف قال ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة يعني لا بأس أن يقسمها يطعم خمسة ويكسو خمسة لا بأس أو تحرير رقبة يعني عتق رقبة والرق الآن انقرض في العالم وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم بل مجرما مجرما في جميع دول العالم ويلاحق من يفعله ويمارسه ولذلك فنقول أن الرقبة انقرض في الوقت الحاضر وما يذكر من وجوده بعض البلدان يشك في شرعيته مشكوك في شرعيته حسب ما ذكر لنا طلاب العلم في تلك البلاد فعلى هذا نقول أن الرقبة الآن انقرض فإذن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين قال ولو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم يعني أجزة لا بأس به أن يجزئها بهذه الطريق أو أعتق نصف عبدين نعم ولو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم هنا لم يجزئ إذا أطعم خمسة وكسا خمسة أجزة لكن أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم أو كسا خمسة لم يجزئ لماذا؟ لأن العتق لم يتحقق المقصود من العتق التخليص من الرق فلم يتحقق العتق فلا يجزئ وهكذا لو أعتق نصف عبدين لم يجزئ أيضا لأن العتق وهو التخليص من الرق لم يتحقق قال ولا يكفر العبد إلا بالصيام طيب إذن إطعاموا عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحير رقبة فمن لم يجد فصياموا ثلاثة أيام وبهذا يعلم خطأ بعض العامة الذين يعتقدون أن كفارة اليمين سيام ثلاثة أيام مباشرة إنما كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلو أن أحدا صام ثلاثة أيام وهو قادر على إطعام عشرة مساكين لم تبرأ ذمته تبه لهذه المسألة بعض العامة يقول أنا حالفت ثلاثة أيام مباشرة هذا غير صحيح لا يلجأ للصيام إلا عند العجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق طبعا العتق الآن العتق طبعا غير مقدور عليه الآن فأقي لا بد أن يعجز عن إطعام عشرة مساكين ويعجز عن كسوته فإذا عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام قال ولا يكفر العبد إلا بالصيام لأن العبد ليس له مال هو وما ملك لسيده ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه يعني الذي يصوم ثلاثة أيام هو الذي لا يستطيع طبع عشرة مساكين أو يكسوهم أو أنه يجد لكن الذي يجده لا يكفي إلا لمؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه فهنا يلجأ للصيام ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وآثاث وكتب وآنية وبضاعة يختلوا ربحه ولمحتاج إليه يعني هذا شخص قلنا عليه كفارة يمين قال ما عندي إلا كان أبيع أبيع سيارتي وكفر كفارة يمين يقول لا لا يلزمك أبيع بيتي وكفر كفارة يمين يقول لا يلزمك طيب لو كان طالب علم عنده كتب فيقول أبيع كتب حتى أكفر كفارة يمين هل يلزم؟ لا يلزم لكن إذا كان غير طالب علم يلزمه لأن كتاب ليس له قيمة كبيرة عنده لكن من كان كتاب له قيمة كبيرة عنده لا يلزمه أن يبيع كتبه وبضاعة يختلوا ربحها لو كان عنده بضاعة ولا يستطيع أن يبيعها إلا بخسارة هنا لا يلزمه وينتقل للصيام قال ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه يعني هذا رجل وجب عليه كفارة يمين قلنا الواجب عليك أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتقرقهم قال ما أستطيع قلنا إذن صم ثلاثة أيام فلما شرع في الصيام ساق الله له رزقا فأصبح قادرا على إطعام عشرة مساكين فهل يلزمه الانتقال للإطعام؟ يقول المؤلف أنه لا يلزمه لأنه بدل لا يفسد بالقدرة على المبدل منه فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل عنه بعد الشروع قياسا على المتمتع العاجز عن الهدي في صيام الأيام إذا صام ثلاثة أيام بدأ بالصيام ثم وجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال لذبح الهدي بل له أن يستمر في الصيام فإذا إذا شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه قال ومن لم يجد إلا مسكن قال المصنف رحمه الله ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام قلنا إنه لا بد من استيعاب عشرة مساكين لكن في بعض البلدان لا يوجد مساكين خاصة في بعض البلدان التي تعطي مرتبات للعاطنين عن العمل فما عندهم فقراء ومساكين إلا قلة فما الحكم يقول المصنف إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه الإطعام عشرة أيام يعني كل يوم يعطيه طعام كل يوم يعطيه طعام إلى عشرة أيام هذا إذا لم يجد إذا لم يجد إلا مسكينا واحد وهذا يعني غير وارد في بلدان العالم الإسلامي العالم الإسلامي كلها فيها فقراء ومساكين لكن قد يوجد في بعض البلدان كما ذكرت التي ربما تعطي دخلا للعاطنين عن العمل أو لذول احتياجات الخاصة أو نحو ذلك فقد يصعب على الإنسان أن يجد مساكين فهنا إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه الإطعام عشرة أيام طيب بقي مسألة لم يذكرها مصنف يعني وهي مهمة وهي أن اليمين على الحالف سواء حلف على فعله أو على فعل غيره باتفاق العلماء فلو قال والله لا أفعلن كذا فإن لم يفعل عليه كفارة يمين والله لا أفعل كذا إن فعله عليه كفارة يمين هذا واضح بالنسبة لفعله هو لكن بالنسبة لفعل غيره قال لفلان والله ما تفعل كذا ففعله فعليه كفارة يمين كفار على من على الحالف وليس على الفاعل على الحالف لكن ينبغي لمن حلف عليه أخوه أن يبرأ قسمه وهذا يسمى إبرار المقسم يستحب له أن يبرأ قسمه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم إذا حلف عليك أخوك المسلم ينبغي أن تبرأ قسمه ما أمكن لكن لا يجب وإنما يستحب وإنما قلنا لا يجب لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف عليه أبو بكر لم يبرأ قسمه فإن رجلا أتى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال أبو بكر بأبي وأمي دعني أعبرها وكان أبو بكر معروفا بتعبير الرؤى فعبرها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أصبت أم أخطأت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله لتخبرني بالذي أخطأت فيه قال لا تقسم لم يخبره فهنا لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه لمصلح لعن رأى المصلح النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ربما أنه لو أخبره لترتب على ذلك مفسده النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك إلا لحكمة شاهد أن إبرار المقسم ليس واجبا لكنه مستحب استحبابا مؤكدا فإذا حلف عليك أخوك المسلم ينبغي أن تحرص على أن تبر قسمه فإن لم تبر قسمه فيكون عليه هو كفارة يمين وليس عليك أنت كفارة يمين وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذه السلسلة من الدروس والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات